نذهب معكم إلى بلجراد حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس السربي أليكساندر فوتشيتش وتناولت الحقيقة القمة ملفات إقليمية ودولية من بينها طبعا الأزمة الأوكرانية وتدعيتها وعقد الحقيقة الرئيسان جلست مباحثات موسعة تناولت مجموعة من العلاقات بين البلدين وجاء في ختمها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحقيقة لما اتبع النهاردة المؤتمر الصحفي وجود السيد الرئيس يعني حتى بالعين كده تعرف قد ايه كان فيه كده تبادل للخبرات وقد ايه فيه تبادل للعلاقات وكان فيه كده جو يعني من الحفاوة الخاصة بالسيد الرئيس كانت واضحة طول الزيارة يعني بدءا من دخول طائرة الرئيس المجال الجوي لسربيا ويعني انتهاءا بالنهاردة الكلمة اللي كانت موجودة في جامعة بلجراد وايضا وجود السيد الرئيس في كل مكان زيارة رسمية زيارة مليانة بحفاوة وتعبيرا عن العلاقات المصرية السربية اللي بتعود الى عصور الحقيقة يعني طويلة وكمان حنلاقي حنلاقي كمان انه يعني لو احنا تابعنا شوية ولو عند حضراتكم وقت للمزيد من التفاصيل هتلاقوا كتير من المعلومات الخاصة بيننا وبين سربيا عندنا مجالات كتير استثمارية بيننا وبين سربيا في مجالات متعددة ومختلفة فاعتقد النهاردة كان فيه ترحيب طبعا بوجود الرئيس وترحيب بمصر وترحيب ايضا بكل العلاقات الجميلة اللي كانت موجودة شكرا